السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على مخطط تشغيل محرك بواسطة أزرار الضغط يعني تشغيل محرك تولة الطول بواسطة زر ستار وزر ستوب وكتدكير صغير وصف هذا الفيديو يحتوي على حلقات مرتبطة ومصادر لتوسيع الفهم يمكنكم مشاهدةها لاحقا لنرفع فاصل القناة وندخل في الشرح إذن وكالعادة سنبدأ مع دائرة القوة أو دائرة تشغيل المحرك في البداية لدينا التغذية كاربائية عبارة عن ثلاث فازات والنودل سنعمل على توصيل الفازات الثلاثة في مداخل النوع الأول للحماية وهو القاطع الحراري المغناطيسي ثم من القاطع الحراري المغناطيسي سنعمل على توصيل النقاط الرئيسية العلوية للكونتاكتور وفي المخارج السفلية للكونتاكتور سنعمل على تركيب الأوفرلود الذي سنعمل على توصيل مخارجي السفلية مع بدايات المحرك وفي نهايات المحرك سنضع التوصيل المناسب هنا طبعا التوصيل النجمة لبساطته في الشرح وهكذا نكون قد انتهينا من دائرة القوة أو دائرة تشغيل المحرك ننتقل إلى دائرة التحكم كالعادة سنختار أحد الألفازات فقط وسنعمل على توصيله بالنقاط المغلقة للأوفرلود لتوفير حماية الأوفرلود على دائرة التحكم سنختار النقطة خمسة وتسعون لتوصيله بالفوز ومن النقطة ستة وتسعون إلى زر الإيقاف الزر المغلق في حالتي العادية يعني من ستة وتسعون إلى واحد حسب أو أحد عشر حسب الرقم الموجود على زر الإيقاف ومن النقطة اثنان أو اثنى عشر لزر الإيقاف سنفعل ماذا؟ سنعمل على توصيل زر التشغيل والنقاط 13-14 الشرح الذي شاهدناه في الحلقتين الماضيتين إذن من زر الإيقاف سلكان أحدهما إلى نقطة 3 في زر التشغيل والسلك الثاني إلى النقطة 13 في الكونتاكتور ومن النقطة 4 في زر التشغيل إلى النقطة 1 في الكونتاكتور وأيضا إلى النقطة 14 في الكونتاكتور من لم يشاهد الحلقتين السابقة فليشاهدهما فهما مهمتان جدا في الكهرباء الصناعية لفهم كيفية تشغيل الكونتاكتور بواسطة الزر التاب وفي الأخير سنعمل على توصيل النيوترال مع النقطة 2 في الكونتاكتور إذا افترضنا أنه لدينا كونتاكتور ملفه أو ببناته تعمل بجهد مئة وعشرون فولد أما إذا كان ملف الكونتاكتور يعمل بجهد ثلاثمائة وثمانون فولد سنضع فاز مختلف في النقطة 2 عن الفاز الأول الذي تقمنا بتوصيله بالنقطة 95 في الأوفرلود وهكذا نكون قد انتهينا من دائرات التحكم ونكون قد انتهينا أيضا من رسم مخطة تشغيل محرك بواسطة أزرار الضغط سأمر الآن لشرح التشغيل كما تلاحظون هنا عندما نضغط على زر التشغيل سيمر الفاز إلى ملف الكونتاكتور وهكذا سيعمل الكونتاكتور على إغلاق النقاط الرئيسية التي تشغل المحرك في نفس الوقت سيعمل على إغلاق النقاط المساعدة 13 14 التي ستضمن تمرير الفاز إلى ملف الكونتاكتور وبالتالي ضمن سمرار تشغيل الكونتاكتور حتى بعد أن أرفع إصبعي عن زر التشغيل الذي سيعود إلى وضعه الطبيعي المفتوح طبعا وعندما نرغب في إيقاف تشغيل سأضع على زر الإيقاف سأضغط عفوا سأضغط على زر الإيقاف المغلق الذي عند الضغط عليه سيصبح مفتوح وبالتالي سأقوم بقطع توصيل الفاز على ملف الكونتاكتور الذي سيتوقف وتعمل على إعادة النقاط الرئيسية إلى الوضعية الفتح أو الوضعية الطبيعية له وبالتالي نقطع التغذية على المحرك الذي سيتوقف أيضا وتتعود النقاط 13 14 إلى وضعها الطبيعي المفتوح أيضا في الاستعداد لقيئة بعملية تشغيل مرة أخرى وهكذا كان هذا هو صرح تشغيل بالنسبة لهذا المخطط لدينا العناصر التالية التي تلزمنا لإنجاز هذا التركيب على أرض الواقع يوجد لدينا هنا كي واحد هو القاطع حراري مغناطيسي لدينا هنا كم واحد وهو الكونتاكتور لدينا هنا أيضا اف واحد وهو الأوفرلود ولدينا اس واحد وهو زر القطع أو الإيقاف ستوب ولدينا الزر اس اثنان وهو زر تشغيل أو ستار وطبعا لدينا ام واحد وهو المحرك الكاربائي إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء